انا كنبدي اسأل بس ايك كم سؤال على اللايتني نحن عملها اللايتني جراوند سؤال اسئلة سريعة خلينا نشيل وضع لبنان السياسة على جنب ونعتبر انه لبنان بوضع امن منيح واستقرار رح نحكي بالدومينات الموجودة بالسياحة وشو نظرتك وشو ما اقول نعمل هيك بالملخص كلمين نطورها ونقوية مثلا انا كحكيم تجميل جراح تجميل نحنا السياحة التجميلية بلبنان بتصور هو اعظم بلد انا برأيي كن ملاينا عمل السياحة التجميلية انا كنت بفرنسا بامريكا كسعر سعره كتير كمباتتف للعمليات عم بحكي بعمليات تجميل والدكات للموجودين هوا كالكواليتي طب افذة طب فينا ما بدي احكي بغير بلاد حوالينا بوقتها بتلاقي سعر ارخص بتكون كواليتي اقل وغير بلاد بتكون الكواليتي حتى اقل مع اسعار اغلى نحنا كيف فينا نوصل لانه كمان بشغلي انا بعرف انه تسعين بالمية من العالم تجي تتعمل عملية تجميل هي اكسبات هين الناس من بره اقل من الناس عايشين باللبنان كناظرتك شو معقول يكون تحلول او اساس تنشجع السياحة التجميلية يعني اكيد هيده من الناحية الاشخاص اللي بدون يجوا على لبنان قصدين هيدا القطاع اكيد هيده ما بتنضوي تحت السياحة كسياحة يعني الدكاتر اللي موجودين عنا كفوقين وعم بيظهروا على الدول العربية بنعرف وبالنقابة معروف عدده انصار كتير كبير ما بدي فوت بالكواليفيكيشن تبعهم لانه منسمع بتعرف بس انو نحنا بلبنان بدنا نقمن البنية التحتية تبعهم شو هي يعني مراكز التجميل نقدر نضوي عليهم اكتر ويكون في بوليكلينيك لهيدا الموضوع مش كلينيكس افريوير بوليكلينيك بكل منطقة بس هولي لازم ينضوي وتحت شعار كبير هو الولنس سنتر يعني انا اذا بدي اعمل عملية تجميل بيجي على بيروت برجع بروح بقعد ببيت اذا عندي بيت واذا لا بروع الاوتيل لما بتخلقنون انت سنتر ريزورت فيه بقلبه هيدا الكلينيك هيدا بتشجع السياحة التجميلية هي هيدا الاساس وهيدا الموضوع انا اثرته مع كتير اصحاب ريزورتس بلبنان بالبحر وعالجبل انو يجربوا يعملوا مش بس سبا للترفيه يعملوا كمان ميديكل سبا وهيدا الاساس ومؤخرا حكينا مع سعادة النائب فريد البستاني انو مستشفى الحكومة بدير الامر يتحول لموضيع السورجري البلاسيك سورجري وغيره من السياحة التجميلية هيدا موضوع حكيناه ومعدنا كتير تبعناه بطريقة صحيحة برجع بقلك لبنان عندو بيستوعب كل هيدا الافكار وكل هيدا المشارية بس جوابي يرقلك بدك تخلق ريزورتس بلبنان وبالمناطق الحلوة يعني وين في مسلا بل بقع بعمي ينعمل بمنطقة حلوة اللي بيروح نشان يعمل هال العملية اللي بدو يعملها يرجع يرتاح ويقدر يعمل السياحة هيك نقاهية وترفيهية وريفية يكون فيه برايفيسي كمان هيدا كسير مهمة هيدا مثل بره يعني تما نسمي ونعمل دعايات بدنا نحكي عن السياحة الدينية نشوف اذا عم بيصير فيه تسويق لسياحة الدينية بابتال بعد كذا سني بيغير اسمه بسكر بيفتح ببيعه بس المركز الديني مركز ديني ما فيك تغير اسم المركز الديني الموجود اللي عم يجرب اعمله هلأ عم نعمل خريطة موحدة لكل لبنان يكون عليها كل المراكز سياحة الدينية على كيفة الاراضي اللبنانية وإدراج المعالم الدينية والمراكز الدينية على الخليطة السياحية الدينية وربطة بالخارج يعني مثل ما بتعرفوا لبنان هايدي كمان من تاني انجاز عملنا وقت الجينا على الوزارة لبنان اليوم هو عضو بمجلس اوروبا للمسارات السقفية الكونسايد اوروب وهيدا الكونسايد اوروب في خمس وثلاثين عضو نحن لبنان هو البلد الوحيد الغير اوروبا عضو بهيدا المجلس وهو الاربع بعد انسارات سقفية في الطريق الفينيقي الروتا دافنيتشي طريق شجرة الزيتون طريق النبيذ وطريق الاموة وهلا عم بينشغل على خامس طريق اللي هو السلك رود طريق الحرير بقى هولي لبنان هولي الاربع طرق بيقطع فيهم وعملنا نشاطات كتير بتختص بالوين تورزم وهلا بيعميق ان شاء الله بيقريبا جدا بعد ما حد نرنا التاريخ رح نعمل بالويت لاند بيعميق بالسهل اطول the longest wine tasting table بالعالم ورح تكون certified by guinness رح نجمع عليها رح تكون تقريبا فوق الالف متر جر رح تجمع نجمع علي تصار فيه بلبنان 67 بروديوسر او سبلاير للنبيذ هادي بلشوا كانوا سنة 2011 عشر شركات كان فيه وزير نشيط جدا سنة 2011 و2012 هو ورا نجاح هذا القطاع واللي وصلوا مع انه هو ما كان وزير زراع يعني طبعا نعمل لعيات صار صار عنا 67 بروديوسر سلاش سبلايرز رح يكونوا مجموعين بالاضافة الى دول البحر الابيال المتوسط اللي هني بارت من هالطريق الشجر النبيذ فرنسا ايطاليا اسبانيا ابروس واليونان ورح يجيبوا سوميليا انترنسيونو يكونوا موجودين ورح نخلق كومبتسيون احلى سيتاب للطولة ورح تكون هايدي الطولة طويلة سروندد شمال يمين بارتست يعني رسامين ميزيسيين وهيدا وينعمل يومين يعني الف ليلة وليلة معزومين هكون انا هايفا اكيدا انا وسهلا فيه انا بساك ما بتعرف انه هلا الوقت هم فين اختري عن بيد وكون مشاركة سبلاير انا رايح تدوغة ما اقول كون فيه سؤال جارن قبل ما وصل معالا الوزير بدي سؤالو ياتابيال فضع صغيري عن نوع المسيحة معالا الوزير نحنا عنا ونوف دبست كازينوز بلبنان لما بناعمال قتال سانك اتوال حد الكازينو هيك بجو الهايرولرز من بره ويدور العالم الوما وكتير مساري تبليل عمالا لبنان هيو مركز مرفق سياحة بامتياز بلبنان والدولة اللبنانية عطيته امتياز حصرة للعب الميسر يعني الكازينو مش بس لعب ميسر كازينو في مطاعم كازينو في صالة السفرة مش عمل فيها ايفنت يعني كلمة كازينو منا بس انو رحنا لعبنا بالعربي الدرج لقمار رولان خوري رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان وقتل اللي اجا عمل بلان داكشيو بولايتو شو بدو يعمل وكلنا بنعرف هالزلم الدي نظيف ودي كافو واجتنا كورونا سنتين كل القطاعات هذه انضربت يعني الى نجع بنقول من لحم الحي قدر يقدر يشتغل رولان مع مجلس ادارة وقدر فوت اول شي اصلاحات على كازينو لبنان انا عم بحكي كتير بالكازينو انو نحن انا كوزير السياحة ما في وصاية بس انو الدولة ممثلة تجاه كازينو لبنان بوزير المالية ووزير السياحة بالتكافل والتضامن دوك عم بتقلي القتلات في قتلات كتير بمنطقة جونة يعني ما في لزوم الكازينو يعمل القتل انا رح زيد شغلي عقرن لان احنا من جيل بتصور شوية تابعة على البوكر ليه ما بينعمل ورد بوكر تور بلبنان او شي نحنا كبهالعالم الموجود لكازينو هو من اقدم الكازينو انا ماني معقد بكل الهوبيز اللي عندي اياهون وشو بحب الحيان بس لعب الميسر واللعب الورق ما اتفقت انا وياهون يعني انا اذا بقلك مش لأني وزير سياحة انا زي انا بسافر كتير ما بحياتي فيتع كازينو انا بالنسبة لقلي ما بعرف يعني في اصحابي بيتضحكوا علي انو شو فيه اذا فتت هي مش عايب تبه ما ينتبه فهم غلط بس مني هيوي لعب ورق وكازينو بحياتي ما عملتهم ما بعرف عن جد ما عندي فكرة عن هيدا السؤال هلأ صارت بات عربيا انوية خلينا نحكي عن هيدا الموضوع رح نحكي كما انا مع رئيس مجلس ادارة رولان خوري رح كوم معنا ضيف رح نحكي معنا اكتر عن الانلاين جيمينج انا اشتركت بالتورنومن طبع الاول تورنومن طبع انت ربحته؟ اه لا ما ربحت باش تركت المدير طبعي علعاب اللي بعلاق هيدا الموضوع سليماني اونلاين لانو الانلاين فتحتيه متل ما بتعرفوا سنة الالفان وثمانا عطيت الدولة اللبنانية حق حصري لكازينو لبنان بهالنشاطات الالعاب اللي عندت النشاطات من بينات وموضوع الانلاين رجعت سنة ال او سوري سنة الالف وتسعمية وخمس وتسعين رجعت سنة الالفان وثمانا حددت شو الالعاب اللي بيحقلوا كازينو لبنان يوم فيهم كنشاط نحن هلأ سنة الثلاثة وعشرين المضاعات بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير السياحة والمالية مع كازينو لبنان لإقامة نشاط الانلاين واللي بلش واللي كلكم شايفين هلأ بالميديا شو صاير المعارك الطويلة عريضة وصلت الى حد انو وزير المالية يرسل كتاب لكازينو لبنان يمنعوا عن هيدا النشاط ويوقفوا تاكن بت هيئة الشراع العام ودوان المحيسة بالموضوع وما بعرف اذا بتتابع وهم عم نحكي سياسة عم نحكي الويب سايت بعده موجود ايه بس تاقلك شغلي لانو وزير السياحة طلع على الاعلام وطلب لانو وزير السياحة طلع على الاعلام لانو ما كان حدا عم بيسمعنا يمكن بيحبوا يسمعوا صوتنا ومش بس يقرونا طلعت على الاعلام وطلبت من السيد رولان خوري وادارة مجلس كازير للبنان عدم الالتزام بكتاب ووزير المالية وهذا مش بالشخصي انا وزير المالية اصحاب اناوية بس لانو وزير المالية لا يحق له ان يرسل كتاب ويوقف نشاط كازينو لبنان الا بتوقيع معه بالتكافل والتضامن وزير السياحة بقى الشباب بدن بدن نمشي حسب يعني في دستور وفي اوانين وفي اصولي وحسيت انا لحقة رولان خوري تقدم رولان خوري لوزارة المالية ولديوان المحاسبة بملف مكتمل تيبرر الزلمة انو ليه كازينو لبنان بحق الله تقوم بهيدا النشاط بس المشكلة الكبيرة هلأ هون ما حكيتها يمكن ما قلتها هلأ منذكرها عندكم هون انو شفنا احد التلفزيونات هديك اليوم حطوا ربرتاج عن البلاك ماركت مضبوط والبلاك ماركت هون المشكلة بالبلاك ماركت الوبسايتات الوبسايتات اللي فيكت هيدا نحنا هيدا المدخول تقريبا مية وخمسين مليون دولار بالسنة نصهم بيجي على خمسين بالمية كازينو لبنان خمسين بالمية الدولة لبنانية مضبوط تعارف شو خمس سبعين مليون دولار يعني اليوم والاحلى من هيك ويزارة المالية سل أربع خمس سنين بتبعت كتب للكازينو وين صرته بالاونلاين وبترجع بتبعت كتاب ووقف هذه الضغوطات تصير بعدين مش قبل نحنا رولان خوري ما بيمشي بضغوطات ولا أنا بيمشي بضغوطات هذا معروف هيدا الموضوع بدو يضل ماشي وما بيتوقف حتى يبدو دوان المحيسبة بهيدا الموضوع ونحنا نؤمن بالقضاء ومنوسق بديوان محيسبة بس يجي دوان محيسبة يقول يا كازينو لبنان سكر نحنا نطلب من رولان بسكر لان رولان الزلمة بيمشي بالعنون عنون كتير صحيح وإذا دوان محيسبة قال لا بيحقلك تكمل بس بالتساوي نحنا بالتوازي بدنا نخلي المسؤولين بالبلد يضربوا عينهم شوي على البلاك ماركت اللي هو عم بيخلق مشاكل اجتماعي وعم بيخلق مشاكل اجتماعية مع الشباب والشبابات في لبنان هيدا يعني عم بينحرفوا على هالالونلاين لانه منه مراقب بينما كازينو لبنان انت فت لعبت انا ما بعرف بس انا فتت تسجل لا انا فتت تسجل تسجل بحط اسمك وعمرك في شروط بقى هيدا هيدا قصة الالونلاين هي حرب بين مؤسسة قائمة وعم تشتغل وفقا للاصول اسمك كازينو لبنان والسوق السوداء مزو